أكد الرئيس عبدالفتح السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وخلال لقائه رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية تريزا إفواء سانجونو أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية في مختلف المجالات استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيدة تريزا إفواء سانجونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس تيودورو أوبيانج مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية ومشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القاري ولسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القاري من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من رئيس أوبيانج تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شط الأصعيدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك وقد شهد اللقاء التباحثة بشأن سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين فضلاً عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وخلال اللقاء تمت الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعضة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن التنصيق السياسي المستمر والمكثف حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وتنصيق الجهود لتصديل التدعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل وقد تناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسب الأحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة لسيما في السودان وليبيا بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل